السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عامر منصور من زيوريخ سويسرا اليوم سنقوم بعمل جولة سريعة الجولة دي ممكن لأي حد جاي زيوريخ زيارة هتنفعه في حاجة جمدة جدا ان هو هيعمل زي بيقولوا كده ضرب عصفرين بحجر ان انت هتزور مكان الفيفا الاتحاد الدولي لقوة القدم وجنبه على بعد 500 متر مكان جميل جدا جدا للاطفال كمان وللقبار طبعا هو حديقة حيوان زيوريخ الثوب حديقة حيوان زيوريخ صراحة من اجمل حديقة حيوانات في العالم يعني الواحد شاف دول كتير بس زيوريخ يعني ليها طابع خاص كده التذكرة من بعد 21 سنة بتكلف 26 فرنك للفرد باقي الاسعار هنزلهلكو في اخر الفيديو الطريق الى الفيفا او زيوريخ او سول حديقة الحيوان ممكن بالطرام اللي هيكون ساكن في زيوريخ عند المحطة هيركب طرام رقم 6 واللي ساكن على البلفي على البحيرة هيبقى رقم 5 زي ما انتو شايفين كده رقم 5 ورقم 6 ده هنزلك قدام مبنى الفيفا وقدام حديقة الحيوان الطرام فسحة كمان الطرام جميل جدا وشيك اوي بيوديك لحد المكان وبترجع بيه برضو الحديقة الحيوان بتفتح من 9 لحد الساعة 6 المغرب طبعا في الحديقة في مكان تاني جنبه بتمشيه يعني حوالي 3 دقائق اللي هي الغابات الغابات مبنى كبير جدا فيه حيوانات وطيور غريبة الشكل يعني سبحان الله على الخالق جميلة جدا 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 والاطفال هيستمتعوا بالرحلة دي المنظر اللي جاي ده ده المدخل بتاع الحديقة الحيوان وعلى الشمال فيه قهوة القافي ده ممكن ورستورانت وتأكل وتشرب وجميل جدا وفيه مطعم جوا كمان المبنى التاني ده هو اللي هو في الشارع ده هو على اخر الشارع المنظر انتو شايفينه ده ده من جنب الفيفا يعني بين الفيفا والحيوانات حيوان امطار صغيرة بس فعشان كده منصح اي زائر جاي من الدولة العربية انه هو يعمل الجولة دي هتبقى جولة جميلة جدا ومش هتنساها صراحة يعني وده الملعب الخلفي اللي هو ورا الفيفا اللي هو طبع الجامعة دول طبع الجامعة اللي هي المدرسين الرياضة اللي هما هيطلعوا مدرسين الرياضة يعني طبعا جنب الفيفا طبعا النظام هنا حاجة مهولة يعني والفيفا نفسها فيها ملعبين واحد طبيعي نجيلة والتاني ترتان ده المبنى اللي هو فيه الطيور اللي هي سبحان الله على شكلها وعلى ألوانها وعلى الجمال يعني الرباني صراحة لازم المكان ده مهم جدا غير بال ده تبع حديث الحيوان وبنفس التذكرة برضو بتخش المكانين دي نصيحة يعني وتمنى لكم يعني رحلة سعيدة في زيوريخ تلوقت دنيا بردي جدا حاليا يعني لكن في الصيف بتبقى جميلة جدا أنا رمانسواتي اشتركوا في القناة